يلا بينا نبدأ الفيلم بعد يومين هتبدأ دراسة جيسيكا في المدرسة المتوسطة صحية الصبح وامها ندلت عليها عشان الفطر نزلت جيسيكا وفطرت وكانت امها متحمزة للتصوك بس جيسيكا مش بنحب التصوك خالص وقالت لامها انها مش عايزة تشتري هدوم جديدة وانها هتوح المدرسة عشان تتعلم مش تلبس هدوم جديدة وتحط مانيكير في ايدها ولا تصاحب ثم ها قناعتها تقضي الوقت ده معيها للاستمتاع بعد ما رجعوا الاب بسألهم اشتريتوا ايه وطبعا هما ما اشتريوش غير حاجات قليلة جدا ومش عاجب امه وما قررت تستعين باختي جيسيكا الكبيرة بيثاني عشان تساعد اول ما جيسيكا شافت اختها اتخضت وسألتها هي رجعت من دراستها ليه بيثاني بنت بتحب الخروج والصحابة بتهتم بمظاهرها فقالت لجيسيكا ان الموضوع اللي جاية فيه اهم من الكلية والدراسة كانت بيثاني اخت جيسيكا معترضة على الحياة جيسيكا ومستغربة زي هي تدخل المرحلة المتوسطة على حالها ده فقالت انها تساعدها وقدمت لها هدية والجيسيكا افتقرتها ليها وفتحتها لقيتها اسيمة شراء منتهية الصلاحية بس الشكلة اختها ما كانش بتقدمها لها بس هي كانت بالها رسالة في ظهر الورقة وكانت قواعد الوصول للشهرة والجمال وكانت عبارة عن اربع قواعد القاعدة الاولى انها تلبس كل يوم هدوم جديدة والتانية انها تنضم الفريق المشجعين والتالتة انها تختار صديقها بعناية اما الرابعة فانها تصاحب بس الناس الرائعين ايه كل الشروط الصعبة دي ولو عملت ده كله هتعيش احلى سنة في حياتها اما لو رفضت هتعيش تعيسها ومش هتكون مشهورة بين زميلها قبلت جيسيكا صاحبتها بريديج اللي كانت محترها تلبس ايه وتتصرف ازاي في المدرسة وكايت محتاجة مساعدة جيسيكا اللي حيتلاعوا مشكلتها وهزلروا مع بعض وانبسطوا وبعدها كل واحدة رحت لبيتها وتاني يوم وقفت جيسيكا عشان تختار تلبس ايه وتنفذ كلام اختها ومفهمتش يعني ايه تلبس حاجة مختلفة فكلمت اختها تساعدها وبعدها قاعدت تدور لحد ما اختارت نزدت لابوها وامها اللي ما كانتش عجبها ان جيسيكا لابست شرطة عادي وكمال رابطة شعرها وكانت صاحبتها اللي كانت من شركة على الاخر وعجبت ام جيسيكا وصورهم ابوها للذكرى ونزدوا مع بعض في الاوتوبيس فيش اباب عكسوهم بس كانوا بيعكسوا بريدج وجي واحد منهم كلمها وعرض عليها يتصحبه ومشي تسابت جيسيكا جيسيكا والفصلة محتارة وخايفة عشان ما تعرفش حد وجت لها الميس وساعدتها تلاقي مكانها ويا رايحة كعبالة في سارة اللي كل ما تشوف حد تتباها باسم عالتها حتى لو محدش سألها وتعرفوا على بعض الترفت كمان على هوب وراحوا مع بعض يدرسوا وقابلوا ماندا صاحبت سارة وهوب واتفقوا يختاروا تربيزة غدا مميزة قبل اي حد وحاولوا انهم يلحقوا مكان كويس شايفت جيسيكا صاحبتها دوري بس هم اكبروها ما تكلمهاش عشان تفضل صاحبتهم بس هي قرارة تنادي على صاحبتها بريدجيت تعود معاهم وبعد ما دخلت بريدجيت القاعة وشافوا قد ايه هي مشهورة وافقوا تكون صاحبتهم بس برضو جيسيكا مش حاسة انها صاحبتهم اختاروا كلهم قسم التدبير المنزلي بس جيسيكا لقيت اسمها في قسم الموهوبين ورشة النجارة وقال لها لازم تغيرها وازاي هي تروح قسم النجارة حاولت جيسيكا تغير الوضع وتروح التدبير المنزلي بس الميس موافقتش وكمان فهمتها ان المكان ده لمكان المتداع اقتنعت جيسيكا وكان بيرقبها في الفريق بتاعها ولد وكان معترض انه يشارك بنت بس دمج بمزاجه اخر اليوم عرضت بيتش كيكا عملتها في حس التدبير المنزلي على جيسيكا وكان انزالها انها مشت قابل جيسيكا غير في الاوتوبيس وجل صاحبها عشان يكلمها واعتزرت جيسيكا وراحت معاه كانت اختها واستغرب ابوها وامها ساعة قايت لهم انها جاية تشوف جيسيكا واستغربت على تشارة اللابسة وقعت لها انها اخذتهم من دولابها القديم اللي كانت بتروح بالحفلات بس هي في الحقيقة دي من هدوم ابوها وهو صغير وعجب ابوها الفكرة وافتكر شكل هدوم وبالفعل شرحت بيساني لاختاعة بطريقة اللبس ونصحتها انها لازم تشترك في فريق التشجيع وحمستها جيسيكا وقفة قدام دولابها مش عارفة تلبس ايه بس صباح ساعدتها لانها اشترت لها هدوم عشان تروح بيها المدرسة وبالفعل لبست جيسيكا هدوم جميلة وشافتها بريجيت واعجبت بهدومها وراحوا للمدرسة وخلصت دراستها في وشرة النجارة واستمتعوا بيها زمالها حبوا يعملوا مقلب في المستر انه تعور بس المستر افش المقلب وعرف انه بيكتر في مكان التدريب لفريق التشجيع بتحاول جيسيكا تعمل نفسها حركات بس هي مش عارفة ومش حبة بس قرار تسيب المكان وتتخلى عن القاعد التانية وهي الانضمام لفريق المشجعين جات سارة وصاحبتها متأخرين بس المدربة ترادتهم وشبهت على بريجيت انها تكون اخت بيساني بس بريجيت تعرفتها بجيسيكا واصرت المدربة ان جيسيكا توريها حركة من حركات التشجيع بس طبعا جيسيكا ما عرفتش وانسحب في البيت بيساني ومام بسوطين عشان جيسيكا تقابلت في الفريق وانها هتروح من بكرة تقيس هدوم المشجعين وتنضم بالفريق جيسيكا مستغربة بس انبسطت وبعد كده اقتعها نصحيتها شوية نصايح عشان تتميز في الفريق راحت تاني يوم المدرسة وقابلتها المدربة وقالت لها انها تشترك في فريق التشجيع بس في السر ومفروب ما حدش يعرف ده وانها هتضربها وقالت نتيجة قبلت دوري وبريجيت في الفريق بس سارة وماندا كانوا زعلانين قوي وبركت جيسيكا لبريجيت وراحوا وقت الغداء قد سارة وماندا وعرضوا على جيسيكا وهوب انهم ينضموا معاهم في الفريق هما هيأسسو ضد فريق التشجية اعتذرت بريجيت من جيسيكا وانها حب تقعد معدوري عشان يتكلموا في حاجات تخص الفريق سارة وماندا استغربوا انها راح تقعد معدوري وسبت جيسيكا بدأت المدربة في تدريب جيسيكا على الحركات اللي بيعملها الفريق ويجيهم الحفلة واتذرت جيسيكا انها تحضر بس هي راح تختفي زي ما قتلها المدربة ودخلت جيسيكا بس كانت متخفية بزي نسر حاولت مرة واثنين بس فشلت في البداية وبدأ الفريق بعمل حركاتهم التشجيعية اتشجعت جيسيكا وبدأت وعملت عرض رائع كل الجمهور اعجبوا بيها لدرجة انها غطت على الفريق بس لأسف فرحتها ما كملتش عشان اتخلقت وكان هيوم عليها وحاولت تخلي حد يساعدها بس ما عرفتش وفعلا اغمى عليها فوقتها المدربة وقعت لها انها كمان عملت احسن عرض ولما رجعت لصحابها بطريقها قابلها بورك صاحب بريدتش اللي عارف انها هي اللي كانت لابسة النسر المتخفية وراحت لصحابها بريدتش ودوري كانوا زعيين النسر ده خرب عليهم العرض ولفت الانتباه عنهم بس سارة ومندا كانوا فرحانين فيهم وبلغوا انهم يكونوا فريق تشجيعوا ويشجعوا برضه في فصل المواهوبين كانت جيسيكا بتشتغل وتعورت وجه المستر والتريق على الجرح النصغية وحاسس جيسيكا النزميلها يعرف هواية مايتي بس تنشت كلامه اللي هو النسر اللي هي بتلبسه يعني في الفصل داخلت المشرفة عشان تبلغه من التذاكر الحفلة هتكون جهزة واعتزر جيسيكا انها تحضر كالعادة في الاوتوبيس بلغ بورك بريدتش انه هيشوفها في المباراة ووضعها وشاور لجيسيكا وحاس بريدتش ان في حاجة بينهم وراحت لجيسيكا عشان تفهم بس جيسيكا انكرت النام خبية حاجة عليها وحبت عاهدها انهم ما يخبوش على بعض اي سر يوم المباراة وحبت جيسيكا تقنع المدربة انها مش عايزة تكذب تاني بس المدربة اقنعتها انها تخرج للجمهور كأنها مايتي مش جيسيكا وبالفعل خرجت وبعد قال عرضك على عادة مايتي لفت الانتباه بس جيسيكا حبت تدي فرصة للفريق يقدم عرضهم بس صار وماندا قرار ان هما يخربوا العرض بتاع النصر تشوف مين اللي بيخرب عياها العرض كل مرة وتفاجأت انها جيسيكا وطبعا زائلت جدا خصوصا ان افتكرت ان جيسيكا معجبة ببوراك صاحبها وجيسيكا فشلت انها تقنعها بعكس كده زائلت جيسيكا جدا على الحصر بس هيها مش عارفة تعمل ايه لانه ده كان قرار المدربة واعتذرت لبريجيت بس هي ما قبلتش واعتذرت لسارة وماندا صوى مش فارق معاهم بالعكس كانوا مبسوطين انها كانت بتخرب العرض على دوري وبريجيت وراحت جيسيكا العيادة بسبب قرصة النحلة وابوها واماها مش فاهمين حاجة وهي قرارة تتخلى عن مايتي وترجع لجيسيكا تاني وهما شجعوها تاني يوم جيسيكا مشهورة جدا كل مدرسة عرفتها وراحت لفاصل الموهوبين وزميلها حاب يهزر معاها وبلغها انه عارفها من الاول بس ما حابش يقول لحد وبعد كده خلاها تهدأ وخلصت الحصة وقابلت سارة ومندر اللي عايزينها تروح معاهم الحفلة الرقصة بس هي رفضت وحابت تقض مع نفسها ثم اقنعوها تروح معاهم ووافقت بالفعل شافت هوب وحبت تعتذل لها بس هوب لسه شايفة انها مش لطيفة عشان خبت عليها حوار مايتي وكمان مش هتروح الحفلة عشان هي شايفها حفلة تفهة وانها مشغولة بحاجات اهم المعروفة عن هوب انها بنت زكية بتعمل كل حاجة مقتنعة بيها من غير ما تفاكرة ترضي حاد ضغر نفسها وطبعا ده عكس جيسيكا اللي بتحاول تنفس قواعد اختها بدون تفكير رحت العيادة والدكتورة سألتها عن حالتها وبدأ جيسيكا تحكيلها ان الجرح بتاعها نفسي وبدأ لما بدأ التنفس قواعد اختها الغبية اللي خلتها سيئة وخسرت صحابها وانها رغم انها بقت مشهورة بس هي مش مبسوطة وعايزة ترجع تاني زي الاول جيسيكا بتاعت زمان طلبت منها تساعدها وهي وفقت وقعت لها انها مش بس دكتورة المدرسة هي كمان مدربة السباق وقررت تنضم معاهم روحت البيت وفتكرت صاحبتها بريجيت وجات لها رسالة من المدربة انها المفروض تشتري شوز للتدريب ونادت على امها عشان تروح معاها تتصوق امها وفقت بشدة لانها افتكرت انها عايزة تشتري فستان للحفلة بس اتفاكت بطلب جيسيكا وقفقت لانهم وعدوها انها هي اللي تكرر هزمينها اللي كان غيران ان بوراك كلمها وقعت له انها رفضت تروح معا الحفلة ولما سألته هيروح ولا اقى طبعا امه هي اللي ضغطت عليه روح واتفقوا يكونوا صحاب راحت فصلها ولاقيت زمالها بيعظموا واحد تاني عمل انجاز واتبسطت انهم نسيوا اللي عملته واعتذرت لصاحبتها وهي قابلت وقعت لها انا ممكن تقول لها سر انها برضو بتغني في السر ويا دلوقتي واسقا ان جيسيكا هتحفظ السر عشان هي حفظت سر المدربة يوم الحفلة لبس جيسيكا فستان جميل وكان بيعبر عنها وعجب امها وابوها واستغربت انهم معلقوش على اي حاجة وجات بساني اختها برضو عشان تشوف جيسيكا قبل الحفلة بساني بتدور على جوابه وخصها بس ابوها عرف واخد الجواب اللي هي بتدور عليه وكان من الجامعة وانها بتسقط لمدة ستة شهور وكانوا مدقيقين منها جدا ويا حابة تبرر ده عقبها ابوها بمنعها من الفلوس الزيادة اللي بتاخدها منه وعقبتها امها انها مش هتشتري هدوم جديدة وانها تلبس هدومها القديمة لحد ما تحسن درجاتها جيسيكا عرفت ان اختها بتيجي البيت بس عشان تخبيت جوابات الكلية ومش عشان تنصحها وانها اغادتها حجة عشان تيجي البيت ويا حابة تبرر لها موقفها وانها كانت عايزة تكون زيئة بس اكتشفت ان جيسيكا افضل منها بكتير وتأسفت لها عشان هي السبب في اللي حصل في الحفلة صارك عادتها بتتبقى بكل حاجة تخصها واعتزرت جيسيكا لبريدرد على اللي حصل ويا قبلة اعتذارها ورجوة صحاب زي الاول وراحت جيسيكا للملعب ولبزت جزمتها وقاعدت تجري وكانت مبسوطة وكارت تلغي قائمة اختها وتعمل قائمة جديدة باسم جيسيكا واول قاعدة لها انها تمشي في الحاجة اللي بتحبها واللي هتلاقي نفسها فيها المهم ترضي نفسها وبس وجات لها هوب عشان ترد عليها انها تكون صاحبتها الحقيقية ولما سألتها عرفت ازاي كان ماركوس او قالت زي ما بتندهله جيسيكا هو اللي بيرائبها عشان يشوفها مبسوطة اتبسطوا مع بعض واكتشفوا انهم ممكن يكونوا صحاب حقيقيين عشان هم شبع بعض ومتقبرين بعض زي ما هم وبعد الحفلة كل مجموعة صحاب اخذوا الصور مع بعض وكانوا مبسوطين جدا وكل حاجة رجعت طبعية وحبوا بعض وتقبلوا بعض وعرفوا ان كل واحد لي شخصيته لازم يتقبلها ويعمل كل حاجة هو مقتنع بيها عشان يكون مبسوط وان الاصحاب الحقيقيين بتعرف وقت المواقف وانهم لازم يسامحوا بعض على اي حاجة ممكن يغلطوا فيها ويقفوا جنب بعض ويقدموا من مساعدة وقت المواقف الصعبة وبكده احنا وصلنا لنهاية القصة ما تشترسوش تعملوا فولي الاكاونت بتاعي على الانستجرام واشتركوا في القناة بتاعت الاولى والتانية يا رب يكون قصة المرة دي عجبتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة